شهر رمضان شهر رمضان هو بنسبة للأمة المحمدية كالمدرسة التي خرج منها المرحومون والمغفورون والتلقاء من النار وهو علمني دلوسا كثيرة وحكما عديدة منها أنه شهر الأطاء والصدقة حيث أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم حثنا بتطعين الصائمين وعد فيه بأجر أظيم كما راه الإمام الترمذي في سنانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وإذا تأملنا بالفهم الواعي والأقل الصاحي استنبطنا من هذا الحديث أن الله تعالى جعل هذا الشهر جهازة لتحذيب نفس الإنسان لنكون متراحمن متكاتفين متعاطفين بين المسلمين خصوصا في شهر رمضان وغيرهم من الشهر أموك وغيرهم من الشهر أموك وغيرهم من الشهر أموك وغيرهم من الشهر أموك إنتم في التجميع ليصبح مواك كما يكون لديك في القيدة من الشهر أموك بهذا الشهر أموك كما يمكن أن نبيعلم ومعلمه وما يدعب أن يمكن أن يكون على المسلمين من بلان رمضان وما يكون لأسوه فهم من المعلمين رمضان اشتركوا في القناة